اعزائي طلبة الطالبات السنوية العامة اهلا ومرحبا بكم في سر التفوق طبعا في استفصالات كثيرة جدا جات لي اه الواطس وجات طبعا على ايه مدرسة على الهوى ان في ناس عندها رغبة كبيرة في مراجعة على ما سبق دراستهم اه المراجعة طبعا كانت ايه ناس طلبة الفصل الاول ناس طلبة الفصل التاني ناس طلبة الفصل التالت انا هنلاك بطبعا طلباتكم ان شاء الله عندنا النهاردة معاكم سر التفوق وهيتزيع ان شاء الله الساعة خمسة بازن الله وهنقول في بعض الاسئلة الهمة جدا في الفصول السابقة السلاس الاول والثاني والثالث مش هنطول في الكلام هبدأ معاكم على طول الفصل الاول مراجعة مهمة جدا نخلي بالنا هتساعدنا جدا اخر السنة في الاسئلة البسيطة اللي بدأت تنزل في الامتحان منذ تعديل العام الماضي طبعا في عندي كم من الاسئلة الجديد طبعا الناس كتير جدا ما عنداش اي اشارة او اي انتباق اليه ايه الحاجات دي سؤال ما المقصود سؤال ما تقييمك سؤال ما الدروس المستفادة سؤال ماذا كان يحدث اذا الاسئلة دي كلها اسئلة مهمة جدا نخلي بالنا منها هبدأ معاكم نهاردة مراجعة على الفصل الاول ونشوف اهم الاسئلة النقطة الاولانية اللي طبعا محدش كان بيتدرب عليها اطلاقا في الاعوام السابقة هو سؤال ما المقصود بالقاتي ما المقصود ايه التعريفات اللي عندي ممكن اسألني فيها في الفصل الاول في عندي تعريفات كتيرة اول تعريف لما اجي اقول مثلا ما المقصود بالصورة الفرنسية اتنين نظام الالتزام تلاتة نظام الانتفاع اربعة طواقف الحرف ما ابدأ اين كده نخلي بالنا ايه المقصود بالصورة الفرنسية نظام الالتزام نظام الانتفاع طواقف الحرف طبعا الكل شايف ان هي اسئلة بسيطة بس نخلي بالنا منها لما اجي اتكلم على الصورة الفرنسية بقول اول صورة اجتماعية تشهدها اوروبا في مطلع العصر الحديث قامت 14 يوليو 1789 باشتراك الطبق الوسطى مع العامة الوسطى والعامة بس طيب لما اجي اقول نظام الالتزام نظام الالتزام نظام ابتقاراته الدولة العثمانية وهو جمع الدرائب الحكومية من ناحية معينة بواسطة شخص معين يتم اختياره ويحصل على الانتياز اي حق الجمع ومقابل جهوده في جمع الدرائب يحصل الملتزم على قطعة ارض معفاة من الدرائب تسمى الوسية تمام طيب النظام او التعريف الثالث ما المقصود بنظام الانتفاع الانتفاع هو ان يقوم الفلاح بزراعة الارض المملوكة للدولة يعني الفلاح بيزرع ارض الدولة مقابل دفع ما تقرره الدولة من ضرائب يدفع الضرائب اللي عايزها الدولة والانتفاع بالباقي لذلك يسموه انتفاع يعني ليس ملكية قانونية خلي منها طيب طواقف الحرف ايه المقصود بتواقف الحرف لنظرا لان الصناعة في مصر كانت مجرد صناعة يدوية لم تصل الى حد الالية كما حدث في اوروبا انتظم الصناع في طواقف تسمى طواقف الحرف كانت هذه الطواقف وشيوخها حمزة وصل بين الحكومة والصناع من حيث الاشراف على الانتاج وجمع الدرائب وكانت هذه الطواقف جزءا من نظام المهن في مصر يعني المهن كلها في مصر كتمنظمة في نظام ايه طواقف طواقفة الزراعيين الصناع التجار وهكذا ده يعتبر كده ايه اشارة الى سؤال ما المقصود عندنا في الفصل الاول نفس الكلام برضو هعط لكم النوعية الجديدة اللي نزلت السنة اللي فاتت لما اقول ما تقييمك للاتي اول حاجة عندي ايه تقييمك للثورة الفرنسية اتنين منشور نابليون تلاتة الديوان العام اربعة المجمع العلمي خمسة مقاومة المماليك للحملة الفرنسية ستة موقف مراد بك من الفرنسيين نخلي مننا كده انا بسألك عن التقييم نركز الان مع بعض ما تقييمك ايه تقييمك قبل ما نجاوب السؤال انا عايزك بتعرف حاجة مهمة التقييم في الغالب بيكون في موقف ايجابي للحدث اشرحه وبيكون في موقف سلبي اوضحه يعني التقييم انا بشرح الحاجتين بشرح المميزات وبدأ اشارة المين للعيوب طيب يا واستاذ انت بتسألنا عن تقييم حاجة معينة والتقييم بتاع الحاجة المعينة ده ما فيوش غير سلبيات وما فيش غيرها ايجابيات خلاص اقول ها وخلاص ما فيش غيرها انما احيانا بعض المواقف بتحتمل حاجتين موقف سلبي وموقف ايجابي طيب نشوف مع بعض كده الصورة الفرنسية لما اجاول الصورة الفرنسية تقييم اليها انها صورة ايجابية قدت على نظام الاقطاع وعلى الحكم الملكي واعلنت النظام الجمهوري وحققت العدل والمساواة تمام كده صورة ايجابية طيب ايه العيوب اللي فيها بقى السلبية ولكن وضعت الصورة الفرنسية فرنسا في صراع مع الدول الاوروبية الامر الذي ادى الى ان اضاع من عمر الصورة الفرنسية عدد كبير من السنين ودخلت فرنسا في صراع بسبب هذا او هذه المبادئ مع كل اوروبا خاصة انجلترا ازان هنا الصورة لها موقف سلبي وموقف ايه ايجابي طيب منشور نابليون حد فيكم فكر منشور نابليون لما قال نابليون في منشوره ما قدمت اوليكم لما بعت المنشور للشعب المصري قال انني ما قدمت اوليكم الا لو اخلص حقكم من الظالمين الذين يستنزفون صروات البلاد واذا كان المماليك قد ورسوا هذه الارض المصرية فاليرون الحج التي كتبها الله لهم وانني احسن من المماليك اعبد الله واحترم القرآن ونبيه العظيم ان الشيء الذي يفرق الناس عن بعضهم هي الفضاء والعقل وفي نفس الوقت هدد بحرق القرى والمدن التي تقف في وجه الحملة حلو اوي لما اقول لك ما تقييمك لمنشور نابليون نقول منشور نابليون كان منشورا سياسيا لا يهدف الا لتزبيت اقدام فرنسا في مصر فاحتوى على شقين ايجابي وسلبي طيب نشوف مع بعض الايجابي المبادئ التي تضمنها المنشور انا جاي اخلصكم من المماليك اجتزب الدولة العثمانية اعمل حكومة اهلية موقف سلبي هدد بحرق القرى والمدن التي تقف في وجه الايه الحملة الفرنسية ولم يلتزم نابليون بالفعل بما ورد في المنشور في صورة القاهرة الاولى عندما دخل الفرنسيون الازهر بخيولهم في اهاجة ذلك الشعور الديني لدى غالبية المصريين بتحب نشوف سؤال تاني الديوان العام ايه تقييمك للديوان العام اللي انشاه نابليون في مصر دي حاجة بسيطة بقى عايزك تجاوب عليها لوحدك قبل انا ما اجاوب كده توقف الحلقة وتجاوب لوحدك وتشوف انت هتعمل ايه لما قولك الديوان العام لشكل ايجابي ايه الشكل الايجابي بتاع الديوان العام نقول ان هو ضرب اعيان المصريين على حكم الشورى من حيث الاستشارة وتلقي الاراء حلو اوي نبه المصريين لضرورة المشاركة في الحكم بدل الحكم الفردي جعل المصريين يختارون حاكمهم لاول مرة ومحمد علي بعد رحيل فرنسا اذا الديوان العام ليه دور ايجابي فعلا في مصر طب لما نقول الجانب السلبي بقى ايه الجانب السلبي اتخنى بليون المصريين الى الديوان العام كان وسيلة للتعرف على ما يدور في ازهان المصريين دا كان مجرد بس ايه فكرة من نابليون عشان يعرف الناس دي بتفكر ازاي وبنان عليها استطيع وضع سياسات حكم نجاحة في مصر فعلا بد من التقرب للاعيان والعلماء لما يتمتعون به من ايه مكانة ونفوذ وسط الاهالي فانشأ الدووين المرتبطة بمصالح الفرنسيين اذا السلبية هنا كان هذا الديوان في المقام الاول سبب انشاؤه هو التعرف على ما يدور في ازهان المصريين حتى يستطيعوا وضع سياسات حكم ناجحة في مصر تبدا سلبي تبقى ليه شقين شق ايجابي دربنا على حكم الشورى السلبي كان مجرد وسيلة للتعرف على ما يدور في ازهان المصريين المجمع العلمي ايه تقييمك للمجمع العلمي طبعا لما اتكلم عن المجمع العلمي المجمع العلمي في قمة الجمال واحد بقى من الاعدين دلوقتي ومن الطلب وقول لي يا سنة ده لو سمحت ما فيهش ايه جانب سلبي ايه وعتقول لي ان فيه سلبية ده كله ايجابي لانه نشر العلم والمعرفة عمل على دراسة كافة انواع المسائل الصناعية والتاريخية والطبيعية ونشرها نشر العلم والمعارف وربط العلم بالسياسة تمام وعمل مطبعتين وجارتين وحاولوا ايه من خلاله اتصل بين البحرين وكتاب وصفه مصر وفكر موس حاجة الرشين دي كلها انجازات عظيمة للمجمع الايه العلمي ليه سلبية صغيرة ايه السلبية دي عاوزك تاخد بالك من السلبية دي كويس قوي المجمع العلمي كان سبب في ظهور الازدواجية الثقافية في مصر النقصة دي انت اجبتها مني يا واستاذ دي موجودة في الفصل التاني لما قلنا محمد علي عمل ايه واستاذ الحق طلاب الازهر والكتاتيب بالمدارس السنوية فاصبحت المدارس عامة ومدنية الطابع مما ادأ لحدوش ازدواجية في مصر والتي تعود جزور الازدواجية الثقافية الى الحملة الفرنسية عمل لغبطة في الفكر والسياسة هنا او في افكار الايه التعلمية في مصر ازاي انت قبل ما تيجي الحملة الفرنسية بصيص قليل من نور العلم في الازهر انت شهر الجهل والخرافات والشعوزة لاعتماد على السحر تمام يعني هنا في مجتمع جاهل اهو لما جاد ابنان عمل كل الثقافات دي اه هو عمل تنوير ثقافي ولكن ادى لازدواج ثقافي بقيت عندي ثقافة دينية قديمة في مصر وبقى فيه ثقافة مدنية اوروبية الشيخ هنا بتاع لازهر لما اطلع على العلوم دي حصل له ازدواج يعني نغبطة في الافقار الثقافية ازن المجمع العلم بالرغم من كل هذه الانجازات العظيمة كان له عيب وهو حدوث ازدواجية ثقافية او الجزور الازدواجية تبدأ مع المجمع العلمي تمام ما تقييمك نقطة اللي بعد كده مقاومة المماليك للحملة الفرنسية ايه تقييمك لمقاومة المماليك لها جانبين برضو الجانب الايجابي بنقول المماليك تصدل الحملة الفرنسية في شبرخات وفي مباب ودور مراد بك في الصعيد واشتركوا في اخراج الحملة تمام ايه الجانب السلبي تخلي المماليك عن مقاومة الاهالي في الاسكندرية او المنازلة الحملة مفروض اللي يصدل المماليك المماليك ما صدوش ليه ما صدوش المماليك يا استاذ لانشغال المماليك بالصراعات الداخلية فاستهلقت قواتهم ولم ينتبه لتحصين حدود البلاد ازن هم السبب في السقوط الاسكندرية واعدام السيد محمد ايه كريم طبقاليهم ايه ايجابية في ادوارهم المتعددة ضد الحملة سلبية في التخلي في البداية عن نجول الحملة في الاسكندرية موقف مراد بك من الفرنسيين نقدر نقول ان موقف مراد بك ايجابي ومشرف وقاعدة مقاومة المماليك ضد الحملة الفرنسية تمام في انبابا وشبرخات ودور مراد بك في الصعيد رفضوا عرض نابليون في حكم الصعيد تحت اشراف فرق فرنسا تمام ده كده راجل وطن وعظيم وبيدفع عن مصر طب لما اجي اقول السلبية قبول مراد بك عرض نابليون في حكم الصعيد ان نابليون اه عرض كليبر لما عرض عليه حكم الصعيد ايه بالعرض كليبر هو قبل كده رفض عرض نابليون وكان راجل الشريف ومقاوم وقام في ايه في شبرخيت وفي انبابا وعرهق الفرنسيين واشترك مع الاهالي ولكن كموله في النهاية عرض كليبر في حكم الصعيد مقابل اخضاع صورته ده يعتبر سلبية من السلبيات التي طرأت على المماليك في مصر ده سؤال ما تقييمك نخلي بقى كده الله يخليكم هناخد برضو نقطة تانية من النقطة الايه الجديدة ونقول ما الدروس المستفادة منه نركز مع بعض ايه دروس المستفادة من ايه واحد دور الشعب المصري ضد الحملة الفرنسية اتنين دور الازهر الشريف ضد الحملة الفرنسية تلاتة موقف مينه من المصريين وعنصريته موقف من الشعب المصري وعنصرياتهم اربعة اصلاحات الحملة الاقتصادية خمسة اصلاحات الحملة السياسية كيف هي كده عشان ما نطولش عشان نشوف النوعيات تانية ما الدروس المستفادة منه لما اقولك ما الدروس المستفادة ركز كده في طريقة الاجابة انا هقولك بس عالطريقة عشان بتعرف تشتغل بقى كويس لازم لما تبدأ الاجابة تقول ايه ضرورة ان يجب ان خلي بالك كده من الكلام ازاي لما قال دور الشعب المصري ضد الحملة الفرنسية ضرورة ان نقدر دور الشعب المصري في الاسكندرية ومقاومات الشعب في الصعيد ومقاومات الشعب في ايه ثورة القاهرة الاولى والتانية تمام ضرورة ان نعرف ان كان هناك فارقا واضحا بين المجتمع المصري والفرنسي يجب ان نقوي مجتمعنا ثقافيا وسياسيا واقتصاديا يجب ان تكون لدينا الشجاعة والقدرة باستمرار على مواجهة الاخطار تبعد الدروس المستفادة دور الازهر الشريف في مقامة الحملة ضرورة ان نعرف ان الازهر له دور قيادي في مصر منذ القدم يجب ان نعرف ان الازهر ليس له دور تعليمه ولكن له دور قيادي في حماية البلاد يجب ان نعرف ان الازهر له دور في اصارة مشاعر الغضب ضد اي خطر يهدد البلاد ضرورة ان نشرك الازهر الان في حل الكثير من القضايا ليست الدينية فقط شايف الكلام ازاي موقف مينه من المصريين وعنصرياته ضرورة ان نعرف ان مينه وشأنه كشأن اي مستعمر لا يحب المصريين يجب ان نعرف ان عنصرية مينه ظهرت في الصناع عندما ابتعد عن ايه المصريين في المصانع واعتمد على الفرنسيين وهكذا اصلاحات الحملة الاقتصادية يجب ان نقوم مصر اقتصاديا في كافة المجالات حتى نستطيع ان نحقق اكتفاءنا الذاتي بل ويفيد ما يعجز عنه اي دولة ما تعجز عنه اي دولة اخرى ضرورة ان نعمل على تقدم الاقتصاد حتى نستطيع تصدير ايه منتجات زراعية واقتصاد وصناعية الى الخارج وهكذا نخلي بنا من سؤال ما الدروس المستفادة يبدأ بدرورة ان ويجب ان كده انا اتكلمت معاكم عن الاسئلة الايه ايه الجديدة ما المقصود ما تقييمك ما الدروس الايه المستفادة فنخلي بنا الله يخذ بيكم من الحاجات دي حاجات جميلة وبسيطة وظريفة بس محتاج ايه محتاج اكتابة واكتابة مهمة طيب من ضمن برضو الاسئلة المهمة اللي احنا طبعا انا بعد الوقت عن الاسئلة التقليدية اللي هي المقالية والكلام ده بديك بس النوعيات المهمة والصعبة دلوقت لما قول ماذا كان يحدث اذا واحد قبل مراد بك عرض نابليون في حكم الصعيد لم يتحطم الاستول الفرنسي في خليج ابي قير نجحت اتفاقية العريش 1800 تمام لماذا عندي ماذا يحدث لو قبل مراد بك عرض نابليون ايه لا يحصل لو مراد بك ايه بالعرض نابليون اللي هو كان في حكم الصعيد واحد اخماد مراد بك صورة الاهل في الصعيد اتنين عدم انهاك نابليون في مقامة الاهل في الصعيد تلاتة زيادة قوة الحملة الفرنسية اربعة لم تكن صورة القاهرة الاولى خلاص تب لم يتحطم القصول الفرنسي في خليج ابي قير لم تنعدم امال فرنسا في السيطرة على حوض البحر المتواصل لم تعمل فرنسا على فرض الدرام على المصريين لم تنقتل علاقة بين فرنسا والحملة في مصر ماذا يحدث اذا نجح اتفاقية العريش خروج الحملة الفرنسية عدم قيام صورة القاهرة الثانية لم يقتل قليبر في مصر تمام كده معي طب نقدر نقول من اصعب الاسئلة التلاتة دول السؤال الاول بس ازاي دايما انت سؤال ماذا كان هيحدث اذا نركز ولا كده بنسميه سؤال التنبؤ سؤال التنبؤ دي حاجة انت بتتنبأ بيها سؤال التنبؤ دايما لما بيكون عندنا فيه ايه اجابة بنعكس النتائج بتاعتها ده اللي انت متعود عليه طول العمر طب لما اجي اقول السؤال الاولاني هنا قابل اموراد بك عرض نابليون هو مقبلش العرض هو نابليون ايه رافض وانضم للأهالي فين في الصعيد وزادت مقاومة الاهالي طب في الحالة دي هعمل ايه هحاول اتنبأ انا من دماغي مراد بك له استحكام وسيطرة كبيرة على الاهالي في الصعيد ويعرف كيفية ادارة شؤون البلاد طب تمام لو ايه من مراد بك عرض نابليون اخماد مقاومة الاهالي في الصعيد دي من دماغك بقى ايه زيادة قوة الحملة الفرنسية ولم تنهك في محاربة الاهالي في الصعيد فاصبح فيه فرصة عندي هنا المين لنابليون ان هو يقضى على صورة القاهرة الاولى او لم تقم صورة القاهرة الايه الاولى من الاساس تمام كده معنا طيب لما نجي نتكلم برضو على بعض اسلة الايه العلاقة وده من الاسلة المهمة جدا برضو اللي بتعمل ايه بعض المشاكل عند الطلبة في كافة الفصول ما العلاقة بين كلهم مما يأتي هي هي تساوي ما الارتباط الاتنين يا ولاد واحد لما قل لك ما العلاقة بينها هي هي ما الارتباط تمام لما نقول اول سؤال عندي ما العلاقة بين الصورة الفرنسية الصورة الفرنسية والحملة الفرنسية تمام حلو جدا السؤال ده اتنين ما العلاقة بين موقعة ابي قير البحرية جميل وايه تاني وازدهار الاقتصاد المصري موقعة ابي قيل لما حصلت ازدهار الاقتصاد المصري ازاي هل في علاقة من الاتنين طيب نشوف مع بعض رقم تلعت ما العلاقة بين الازهر ومقاومة الحملة الفرنسية اربعة العلاقة بين الحملة الفرنسية واستعادة مصر اهميتها الحضارية والجغرافية كيفية كده عشان نحل دول ونرجع للنواية تانية لما قول دلوقتي عندي ايه يا واستاذ الاقتصاد من الصورة الفرنسية والحملة الفرنسية نقول لما قامت الصورة الفرنسية والغاء النظام الملكي وقالنا النظام الجمهوري خوف ملوك اوروبا على عرشهم وانتصروا الصورة اتفقت كل ايه اوروبا على ضرب فرنسا والغاء النظام الجمهوري بزعامة انجلترا فشلت الدول الاوروبية في ضرب فرنسا ونجحت فرنسا في ضربها جميعا معد انجلترا بسبب قسطولها القوي فظهرت الحملة الفرنسية لضرب انجلترا في مصر تمام هو هو نفس السؤال ده لو قالك وضح اتخذ الصراع بين انجلترا وفرنسا بعدا اخر بعدا اخر بعد الصورة الفرنسية طب تمام ايه لعلاقة بين موقعة ابيقير البحرية واصدهار الاقتصاد المصري تقول اه موقعة ابيقير البحرية قدت الى غرق القسطول وحرمان الحملة من الامدادات مما قد الى اصدهار الاوضاع الاقتصادية ازاي يا استاذ نقول بعدا امينو في احياء تجارة مصر في الجنوب عمل علاقات مع صنار وضرفور والحبشة وبلاد اليمن وشمال افريقيا صارت الصفن بين جدة والسويس وينبع محملة بالشلان القطنية والصفية والحرير والبن عمل مينو على اصلاح ترسانة مرد بك في الجيزة لصناعة السلاح لتعويض غرق القسطول في ابيقير البحرية شايف ازاي في ارتباطه طب دور الازهر ومقامة الحملة زي ما اتكلمت من شوية ان الازهر نظم الثورة وقعد الثورة ونظم قبول المتطوعين تمام مما ادى الى مصر حاكم القيارة الفرنسي فلجأ نابليون الى اخماد اخماد ايه الثورة بدخول الازهر بخيولهم واحكام واحكام اعدام على السقرين السؤال ده برضو مهم جميل الى لقب من الحاملة الفرنسية واستعادة مصر اهمية الحضرية والجغرافية طبعا تقول جميل جدا ان استعادنا اهميتنا الحضرية في فك رموز حجر رشيد فعرفنا التاريخ الفلعوني طبعا الحاملة جميلة الاهمية الحضرية برضو نقدر نقول كتاب وصف مصر اداني اهمية حضرية وعلمية عن مصر في كل المجالات في العصر العثماني طب الاهمية الجغرافية شق قناة تصل بين البحرين اللي هي قناة السويسة ولاد فده اداني اهمية ايه جغرافية اذا ان في علاقة من الحاملة الفرنسية واستعادة مصر الاهمية الحضرية والجغرافية ده سؤال للعلاقة طيب هنجيب برضو سؤال من الاسئلة الجديدة واللي احنا برضو ايه شفناها الاول مرة السنة اللي فاتت في الامتحان لما نقول حدد اوجه التناقض حدد اوجه التناقض ده سؤال انت خدته قبل كده بس بصيغة غير دي ليه ايه اثبت اختلاف هي هي اثبت اختلاف يعني هايس حاجتين عكس بعض مش زي بعض اثبت اختلاف نخلي بنا كده حدد اوجه التناقض بين كل مما يأتي تمام لما اجعل واحد المجتمع المصري في الصناعة قبل واثناء الحملة الحملة الفرنسية قول الله اوضاع الصناعة في مصر قبل واثناء الحملة الفرنسية طيب اتنين موقف كل من كليبر ونا ومينو في مصر والحملة الفرنسية لما قول عندي الاول المجتمع المصري في مجال الصناعة قلنا صناعة يدوية لم تصل لحد الالية معتمدة على نظام الطواقف شيخ الطايفة همزة وسط من الحكومة والصناعة من حيث والاشراف وجامع الدرايب يعني فيه تدور طب اثناء الحملة الفرنسية اقترح مينو انساء مصانع المسيج لا تضم معملا ايه مصريين كذلك في الحدادة اتباعة الساعات توحين الهوى اصلاح ترسالة وراد بيك في الجيزة يعني فيه هنا عكس الصناعة هنا فيها تدور في ظل الحكم الايه العثماني اللي هو قبل الحملة هنا فيها انتعاش او فيها اصدهار اثناء الحملة موقف كل من كيليبر ومينو من الحملة الفرنسية في مصر كيليبر كان يريد الرحيل نظرا للمصعبة التي واجهت الحملة الفرنسية حيث كان الجنود في تناقص عدد مستمر صورات المصريين مقاومة المماليك ارسال الدولة العثمانية حملات اخرى موقف مينو كان يريد البقاء عايز يعد ويحاول مصر مستعمرة فرنسية وعمل خطة اصلاحية في كل المجالات دي اسئلة اوجه التناقض بين كل مما يأتي طيب نشوف نوعية بقى من النوعيات العادية اللي احنا بنتكلم فيها ومن الحاجات المهمة في الفصل الاول لما اقول ايد صحة او خطأ العبارات الاتية تاريخيا ايد صحة او خطأ العبارات الاتية تاريخيا تخلي مانا اللي يخلي لكم كده النقطة الاولانية لما يجب اقول ايه واحد كان حدف نابليون تدريب المصريين على نظام الحكم الشورى طيب دي واحدة حدف نابليون ياريتين اقل معايا الكلام ده حدف نابليون تدريب المصريين على الحكم الشورى دي اول نقطة لما اقول النقطة التانية عندي يا واستاذ كان التعليم في مصر اثناء الحكم العثماني في قمة ازدهاره تلاتة انعكس اهمال الدولة العثمانية للازهر على دوره في مقاومة الحملة الفرنسية طيب نشوف مع بعض كده الاجابة خلي بالك ايد صحة او خطو العبارات الاتية تاريخيا اخر السنة عليه درجتين السنة اللي فاتت لما نزل كان عليه درجتين والاشارة ليس لها درجة الاشارة من لها درجة طيب لما قال كان هدفنا مليون تدريب المصريين عن الحكم الشورى لما عمل الدولة بتاعته هدف تدريب المصريين عن الحكم الشورى العبارة صحة ولا غلط طول العبارة خطأ خطأ ازاي او استاذ تدريب اعيان المصريين لا مش هدرب المصريين كلهم هو هو لك اقرب من الاعيان والعلماء لما لهم النفوذ وما كان وسط الاهالي وبواسطتهم يتم تقرير ما يراه لوضع السياسات حكم نجاح اذا هو مش هيدرب المصريين كلهم لا مش فقط هو المصريين كلهم هو هيدرب مين الاعيان بس طب تمام كانت تعليم في مصر اثناء الحكم العثماني في قمة ازدهار وتقول لي طبعا غلط يا استاذ غلط ليه غلط ولم يبقى الا بسس COL من نور العلمة فالأزهر تمام طب السؤال اللي جاء ده كده انعكس اهمال الدولة العثمانية للأزهر انت ريت سعيل في السؤال اللي فوقها ان الدولة العثمانية اهمالة التعليم في الأزهر انعكس اهمال الدولة العثمانية في الأزهر او للأزهر على دوره في مقاومة الحملة الفرنسية الاعبارة اينا صح ولا غلط ها فاكر معي بسرعة كده انت بوك اهملك بصرفش عليك خالص في ثلاثة سنوي انت ذكرت اجتهت اطلعت الاول على الجمهورية هل اهملة بوك نعكس عليك تقول لا طبعا لان نجحت وطلعت الاول هنا لما قولوا الازهر الدولة العثمانية اهملتهم حال ده نعكس على مقاومة الحملة تقول العبارة غلط ده بالرغم من اهمال الدولة العثمانية للازهر الازهر ده ظهر ليه دور كبير جدا في مقاومة الحملة وهو صورة القاهرة الاولى هو اللي نظم صورة القاهرة الايه الاولى نخلي بالنا من الاسئلة دي ايه اللي تقايد صحة او خطأ العبارات طبعا اول خالص في الامتحانات اللي قبل كده قبل الفين وطمنتاشر كان السؤال بييجي وبنقول ايه بقى في الاجابة بتاعته الاشارة صحة عليها نص والتعليها علي ايه نص لا الكلام ده تلغى خلاص الوقت الاشارة عليها ايه ما علياش حاجة والتعلي عليه درجتين فنخلي مان الله يخليكم من الوجهات دي ده طبعا بالنسبة لحد اوجه والتناقض اي صحة او خطأ ما الدروس المستفادة ما رأيك ما تقييمك قلنا كل النوعيات المهمة الجديدة اللي نزلت في الامتحان السنة اللي فاتت هنبدأ بقى نتكلم مع بعض برضو اه عن ايه اسئلة عادية لما نتكلم نقول اسبت هي هي دلل صحة العبارات الاتية اثبت او ايد او دلل صحة العبارات الاتية هي هي صيغة واحدة طيب تمام اول حاجة هنقولها واحد اهتمام اهتمام فرنسا باحتلال مصر في العصر الحديث اثبت ان فرنسا اهتمت باحتلال مصر في العصر ايه الحديث طيب تمام ده سؤال السؤال التاني لما نيجي نقول تضاور الزراعة في ظل الحكم العثماني طيب كويس رقم تلاتة لما نيجي برضو نقول عندي سؤال بسيط جدا في حاسيات الحملة لم تكن الحملة الفرنسية مجرد حملة عسكرية للغزو الاحتلال على مصر اربعة كانت الحملة الفرنسية صدمة حضارية وثقافية للمجتمع الايه المصري رقم خمسة الغاء الامتيازات الاجنبية الزمن الحملة الفرنسية كيف هي كده في النوعية دي وهي كلها حاجات بسيطة لم يقول اثبت اهتمام فرنسا باحتلال مصر في العصر الحديث اثبت 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 اربع مرات فرنسا فكرت تحتل مصر اربع مرات نقول في عصر لويس يا استاذ الاربعتاشر في القرن السبعتاشر لما فكر يبعد حملة لضرب تجارة هولندا في الهند واللي بتمر بمصر لويس الخمستاشر في القرن الكام التمنتاشر يا استاذ لما لأخذها بتنازل السلطان لويس الستاشر اللي هو كان في عهد الثورة الفرنسية لتأمين تجارة فرنسا الى الشرق بدلا من رأس الرجاء التي سيطرت عليها انجلترا بعدها المحاولة الرابعة بعد الثورة الفرنسية وهي التي نجحت لضرب المماليكة الذين يهددونها التجارة الفرنسية طيب ده الاولين تدور الزراعة في ظل الحكم العصماني اثبت نقول عانى الفلاح من سطوة الملتزم في فرض الاتوات خارج الضريبة اهمال الفلاح الارض اهمال الدولة مشاريع الرئي والصرف طيب لم تكن الحملة الفرنسية مجرد حملة عسكرية نقول اه يتضح ذلك من مجموعة الولماء الذين صاحبوا الحملة تنظيمنا بلين امور الحكم والادارة في مصر على ما حدث في فرنسا نقل السلطة للطبقة الوسطى واذا كان نقلا سوريا شكليا بحتا الحملة الفرنسية صدمة حضرت نقول اه المجمع العلمي نافذة اطل منها المصريون على ما يدور في اوروبا من تقدم في العلم والمعارف الدووين نبهتنا للمشاركة في الحكم بدلا للحكم الفرد المطلق وجود انماط من العلاقات الاجتماعية بدأنا نقلدها من فرنسا طب اثبت ان اتلغت الامتيازات الاجنبية او توقفت توقفت الامتيازات الاجنبية يتقال اللي اتنين الغاء او توقف لانها رجعت تاني نقول يا استاذ مينو في القضاء لما انشأ محاكم لكل الطواقف ما بيش حد هنا من الاجانب يتميز في مصر كل الاجانب يتحكموا محاكمة عادية زي المصريين بالزبط فالغى كل الامتيازات الخاصة بيهم اوقفها في انشاء محاكم لكل الطواقف لمحاكمة الاجانب طب بعدها يا استاذ نقول الغى ايه الدية دية الاتيل الدية دي لو واحد قتل واحد خطأ او عمد في الحكم العثماني كان بيدفع مبلغ من المال مقابل ايه الموضوع ده فطبعا معنى كده ان الاغنيها يموتوا في الفقر يعني هيتميزوا فالك لا الغاء مبدئ الدية وترك الامر للقضاء والخضوع لاحكامه وما يتعلق بنظام المنازعات ده بالنسبة عندي لسؤال اثبت صحة او خطأ العبارة الاتية طيب نشوف برضي سؤال صغير كده عندي من الاسالة البسيطة لما اقول بما تفسر العبارات الاتية اه اول حاجة عدم ارسال نابليون امدادات للحملة بعد رحيله من مصر طيب دي النقطة الاولى النقطة التانية ركز في الاولى كده واكتبها ورايا الاول عدم ارسال نابليون امدادات للحملة بعد رحيله من مصر ليه نابليون لما روح مبعدش امدادات للحملة الايه الفرنسية مرة ايه تانية طيب تمام لما نجي نقول فشل اتفاقية العريش الف وتمنمية تمام رقم تلاتة انشاء نابليون الديوان العام بيعيدوا معكم مرة ايه تانية رقم اربعة خلي مالك من دي ليه نابليون انشاء الديوان الايه العام اه لما اقول برضو هنا سؤال فشل نابليون في حملته على الشام طيب نشوف كده الايسالة دي معايا تاني لما العدم ارسال نابليون امدادات للحملة بعد رحيله السؤال دا مهم قوي ليه نابليون لما ايه روح ما بعدش امدادات السؤال دا مهم جدا اول حاجة لانشغاله مع النمسا وحلفائها مش هنقولنا رحل نابليون سيارة لتعرض فرنسا لمشاكل مع النمسا وحلفائها تبقى رحل عنده مشاكل في اوروبا فلما قول دلوقتي ما بعدش امدادات لانه مش فاضي لانشغاله مع النمسا وحلفائها مع نقطة تانية حصار الاسطول الانجليزي للشواطئ المصرية حصار الاسطول الانجليزي للشواطئ المصرية الاسطول الانجليزي هو استاذ محاصر مصر حتى لو نابليون بعت امدادات مش هددخل مصر هتغرقها انجلترا في البحر تمام كده السؤال ده مهم فشل اتفاقية العريش نظر اللي طلب انجلترا استسلام الكوات الفرنسية رفض كليبر دخل ايه القاهرة مرة تانية وحرب العثمانين لانشع نابليون الدوان العام لتدريب الاعيان زي ما قلت من شوية على الحكم الشهورة وحتى يتعرف على ما يدور في ازهانهم لوضع سياسات حكم نجاحة في مصر ليه نابليون فشل في اقتحام ايه؟ عكة ليه يا استاذ فشل في اقتحام عكة؟ تقول لي يا استاذ نظر اللي قوت حاكمها احمد باشا الجزار واستبسال اهلاها في الدفاع عنها مع وشاعدة الاسطول الانجليزي لها من الايه؟ من البحر فده طبعا قد الى ايه؟ الى ايه فشل نابليون في اقتحامها طيب تمام هنقول بعض النقطة عندي هنا فيه سؤال اثبت اختلاف اللي انا قلت منه صيغة تانية احدد او جهود تناقض لما اقول اثبت اختلاف تركز كده اثبت اختلاف ايه؟ واحد دور المماليك واثارهم على المقاومة الشعبية الشعبية دور المماليك واثارهم على المقاومة الايه؟ الشعبية اتنين اختلاف مقاومة الاهالي في الاسكندرية عن عكة ضد نابليون اختلاف موقف روسيا من الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن الثمنتاشر وآخر القرن الثمنتاشر تمام كده معي؟ طيب كيفية دور كده ونشوف تاني مع بعض لما جاول دولتا عندي دور المماليك واثارهم على المقاومة الشعبية اسناء نجعل الحملة الفرنسية لما جا المماليك ايه؟ اثروا عن الحملة الفرنسية ولا اثروا على الشعب؟ اثروا على الشعب المماليك لهم دورين؟ المقاومة الشعبية لهم دور سلبي لما تخلوا عن الاهالي في الاسكندرية ها المماليك تخلوا عن الاهالي في الاسكندرية مما قد الى سقوط المقاومة واعدام محمد كريم طيب المماليك لهم دور ايجابي لما انضموا لأهالي الصعيد مما قد الى طول فترة مقاومة الصعيد الى ان وصلت عشرة اشهر تمام تاني كده؟ اختلف اثر المماليك عن المقاومة الشعبية دد فرنسا ضد فرنسا المقاومة هنا الشعبية تدامين فرنسا تقول لي كان المماليك سببا في سقوط الاسكندرية حيث يتخلوا عن الاهالي مما قد الى فشل المقاومة واعدام السيد محمد كريم ولكن لهم اثر ايجابي عندما انضموا للأهالي في الصعيد مما قد الى طول المقاومة وصلت عشرة اشهر طيب لما قال مقاومة الاهالي في الاسكندرية عن مقاومة عكا اثبت اختلاف ليه احنا لسا ايجابة الاسكندرية فشل الاهالي في الاسكندرية وعدم محمد كريم في عكا بقى هنا اقول فشل نابليون هنا بقى اللي فشل مين؟ نابليون فاقتحام عكا لاستبسال اهلها وقوة حاكمها ومساعدة انجلترا لها طيب اختلاف موقف روسيا من الدولة الاسمانية في النص السنو من القرنة الـ 18 اللي هي نص سنة سنة كام 1768 اللي هي حرب روسيا مع الدولة العثمانية ودي اللي استغلها مين؟ علي بيك الكبير في الانفراد بالحكم طيب تاني اه 1799 وقعت روسيا زائد انجلترا زائد الدولة الايه؟ العثمانية اتفاقية ضد مين؟ نابليون او لاخراج الحملة الفرنسية بالقوة العسكرية من خلال ارسال حملتين برية من الشام وبحرية من الاسكندرية تاني ها تبعينا موقف روسيا من الدولة العثمانية ومن السلطان اختلف مرتين في النص التاني من القرن الـ 18 وفي اخر القرن 1768 ده النص التاني 1769 اخر النص التاني او لو قلنا اختلاف موقف روسيا من الدولة العثمانية في النص التاني من القرن التمنتاشر وخلاص واسكيتنا ما حطناش اخر القرن دي هي هي الاتنين عاوز 1768 حرب روسيا مع السلطان اللي استغلتها على بيك الكبير 1799 تفقت روسيا زائد انجلترا زائد الدولة العثمانية ضد نابليون لاخراج الحملة بالقوة العسكرية في ارسال حملتين الاولى من الاسكندرية من الشام برا والسانية من اسكندرية ايه؟ بحر طيب تماما هدى كده اتكلمنا عن سؤال الايه؟ الاختلاف مرة تانية اتكلمنا عن سؤال التفسير هنتكلم على نقطة جديدة من نتائج المترتبة على نخلي بانا كده النتائج المترتبة على يعتبر الشام بسؤال الاسبات بصورة ايه؟ كبيرة او نقطة عندي واحد الكشوف الجغرافية كشوف الايه؟ الجغرافية لمصر او بالنسبة لمصر اتنين لما نجي نقول تضهور التجارة الداخلية ايه اللي حصل لما تضهورت التجارة الايه؟ الداخلية رقم ثلاثة حصار الاستول الانجليزي للشواطئ المصرية اثناء الحملة الفرنسية على مصر تمام؟ رقم اربعة اتجاه مينو لفكرة البقاء في مصر الصورة الفرنسية 1789 اسألة بسيطة من الصعب اولا حاجة لموالك النتيجة المترتبة على الكشوف الجغرافية بالنسبة لمصر نقول تحول طرق التجارة الرئيسية الى رأس الرجاء الصالح الامر اللي قد الى ان خسرت مصر كثيرا لتحول هذه الطرق واقتصرت صلاة مصر على حوض البحر الاحمر والحبشة واليمن وبلاد السودان مما قد لتضهور الاقتصاد المصري تبقى انا هنا عايز ثلاثة نقاط ثلاثة طب لما قلت ادور التجارة الداخلية في مصر ايه نتيجة نقول سيطر عليها الاجانب بسبب التنظيم والامتيازات الاجنبية في مصر كويس تبقى سيطر عليها الاجانب نظرا للتنظيم والامتيازات بما يؤدي لزيادة الوكالات التجارية ايه نتيجة المترتبة على حصار الاستور الانجليزة للشواطئ المصرية اثناء الحملة الفرنسية ايه نتيجة اول حاجة بتقول حرمان فرنسا من الامدادات الايه الاتية من فرنسا حرمان وقاط عمل فرنسا في السيطرة على حوض البحر الايه المتوسط فرصة كبيرة جدا لاضعاف الحملة الفرنسية في مصر الامر اللي جعل من الحملة الفرنسية حبيسة داخل مصر طيب تمام اتجاه مينو لفكرة البقاء في مصر مينو كان ينوي البقاء والتحويل مصر باستعمارة فرنسية ايه نتيجة اتجاه بقاء ده نقول عمل المشروع العظيم المشروع العظيم وبدأ في الاصلاحات هتجي تتكلم باني مينو اصلح في مجال التجارة لما احياها في الجنوب مينو اصلح في مجال ايه الصناعة مينو اصلح في الاقتصاد مينو اصدر جريدة لتنبيه المصريين من عدم الاستماع لاصحاب الميول المعادية لفرنسا لما اقول ما النتيجة المترتبة على الصورة الفرنسية لغاية النظام الايه الملكي اعلان النظام الايه الجمهوري دخول فرنسا في صراع مع الدولية مجيء الحملة الفرنسية الى مصر ركز شايف كم الاسئلة اديه عندي انا عندي هنا اسئلة كترة جدا نخلي بنا منها واسئلة مهمة جدا في الفصل الكام الاول وانتو شفتم بنفسكم انا مربطش هنا سؤال مباشر يعني مش اسئلة مباشرة بالدرجة الاولى انت عندك كل الاسئلة الصعبة في الفصل الاول انا عرضتها يعني ايه اسئلة الجديد اللي بتقييم الدروس عرضناها نخلي بنا بقى الحلقة مهمة جدا وتسجيلها معاك كده وترجع الاسئلة دي مرة تانية من ضمن الاسئلة المهمة هنا ياولاد لما نيجي نقول اسبت او ايد عمل المجمع العلمي في مصر على دراسة كافة المسائل الصناعية والطبيعية والتاريخية السؤال ده مهم قوي السؤال ده ليه يعني شبه كبير او ليه سؤال مطابق له ايه هو السؤال التاني اسبت كان للحملة الفرنسية اصار بعيدة المدى اصار بعيدة المدى طب التاني السؤال برضو مشابه ليهم لما نيجي نقول لم تكن الحملة الفرنسية على مصر دون تخطيط بعيد المدى نخلي بالنا باقي كده ياولاد الله يخليكم ونخلي بالنا من الهولو لما هو العمل المجمع العلمي في كافة دراسة كافة المسائل الصناعية والتاريخية والطبيعية هو هو السؤال التاني اللي بيقول كان للحملة الفرنسية اصار بعيدة المدى ازاي اللي تنزل زبعة لما هو للحملة الفرنسية لقى أصار بعيدة المدى نقول انه درس المسائل الصناعية لمجمع درس المسائل الصناعية والمسائل الصناعية هنا مش اللي هي خاصة بالصناع لا لمحاولة شك قناة هو Price وانا لما اوصل البحر بالأحمر بالمتوصل ده قناة صناعية ولا طبيعية قناة صناعية من اللي قالها عالماء المجمع العلمي طيب المسائل الطبيعية كتاب وصف مصر اكبر موسوعة علمية عن مصر في كل المجالات طب لبنجل قول المسائل التاريخية فك رموز حجر رشيد طبع المجمع العلمي في مصر عمل على ادراسة كافة المسائل الصناعية الشك قناة طبيعية وصف مصر تاريخية فك رموز حجر رشيد طب لما قولي السؤال التاني هو هو اصار بعيدة المدى لازالت القناة ما شاء الله شغالة وكتاب وصف مصر بنستفيد منه وفك رموز حجر رشيد ما زلنا بنتطلع على فك وقرعة الكاشير من الغموض في الحضارة المصرية القديمة طب السؤال ده بقى عشان نخلي بالنا عشان شبه الاتنين دول او شبه التاني ده انت قلت كان الحملة الفرنسية اصار بعيدة المدى هنا بقول لم تكن الحملة الفرنسية على مصر دون تخطيط بعيدة المدى لم تكن هو نفي ودون هو نفي وزي بتقوله في العربي نفي النفي ايه اثبات يعني الحملة كالله تخطيط يعني عايز ايه المحاولات اولات الاربعة اللي في الاول وقلتهم في اول الحضار نخلي بقى نحن الحاجات الصغيرة دي حاجات بسيطة مفهاش اي ايه اي مشكلة من ضمن الحاجات اللي اتعملت في الفصل اول ومهمة لما نقول باللغة العربية تقول لجريدة يومية باللغة العربية لاننا عند فيه في الفصل التالت فيه جريدة ايه اسبوعية اللي هي جريدة ايه العالم الاسلامي اللي عملها مصطفي ايه كامل فنخلي من الله يخليكم طبعا انا سعدت بكم على حلقة كاملة اهو بالنسبة لمراجعة الفصل الاول ان شاء الله بازن الله اه اي حلقة سر تفوق هكمل فيها مراجعة الفصل التاني والتالت واحنا شغالين معركة تحيات واجمل امنيات لكم بالنجاح والتوفيق هذا احمد صلاح يهيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته